ارتياح واسع خلفه الاتفاق الذي توصلت إليه السعودية وإيران برعاية الصين والذي من شأنه وضع حد لقطيعة دام السنوات وغدد تحقيق هذا الإنجاز ينتظر الجميع الخطوات التالية الواجب تنفيذها خلال شهرين وأهمها إعادة تبادل السفراء كما ينتظر المراقبون مدى الانعكسات الإيجابية للاتفاق على ملفات المنطقة وفي هذا الصياق أكدت ممثلية إيران في الأمم المتحدة أن استئناف العلاقات بين طهران والرياض يمكن أن يسرع في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن كما سيعجل بإطلاق حوار يمني وتشكيل حكومة وطنية جامعة على الضفة المقابلة بدى الانزعاج الأمريكي واضحا ليس فقط بسبب الاتفاق على إعادة فتح السفرات بين إيران والسعودية فحسب بل بصورة أكبر بسبب دور الصين المتنامي في منطقة التي طالما تمتعت فيها الولايات المتحدة بالنفوذ من هنا جاء كلام مستشار مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية العسكري اللواء يحيى رحيم صفوي عن الاتفاق السعودي الإيراني الذي شكل نهاية للهيمنة الأمريكية في المنطقة قائلا إن هذه هي الضربة الصينية الثانية للولايات المتحدة ولم تكن واشنطن فقط منزعجة فحليفتها تل أبيب لم تكتم غضبها من الاتفاق الذي وصفه الإعلام العبري بأنه بسقة في وجه إسرائيل وفشل لها في موضوع التطبيع مع العرب ليس هذا فحسب بل ذكر التقارير إعلامية وأمنية إسرائيلية أن الاتفاق السعودي الإيراني سيفتح المجال لعلاقات أوسع بين طهران ودول إقليمية كبرى بينها مصر